مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مرحبا بكم في قناتكم English Language لتعلمي اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله إذن في هذا الفيديو لدينا محادثة رقم 3 سنقوم فيها بحوار ما بين السيد ميلر والسيد غري conversation between Mr. ميلر و Mr. Gray إذن أنا أختار نفس الأسماء التي استعملتها في المحادثات السابقة إذن سوف أبدأ هذه المحادثة على بركة الله every day at 8 Mr. Gray goes to his garage opens the door and starts the car then he drives into town كل يوم على الساعة الثامنة السيد غري يذهب إلى المرآب يفتح بابه ويشغل صيارته ثم يقود سيارته إلى المدينة every day كل يوم every كل day يوم every day at 8 أي على الساعة الثامنة إذن عندما نقول at إذن نحدث الزمن at 8 على الساعة الثامنة Mr. Gray السيد Gray goes أي يذهب نضيفه ال-es لأنه نتحدث عن he عندما ينتهي الفعل ب-o عندما نقوم بتصريفه في الماضي البسيط فإننا نضيفه ال-e وال-s عندما نتحدث عن he و-she و-it goes to his garage يذهب إلى المرآبه أو مرآبه نتحدث عن his garage opens the door يفتح الباب عضفنا ال-s ل-open يعني نتحدث عن he كذلك and starts the car ويبدأ السيارة ولكن نحن لا نقول يبدأ السيارة نقول يشغل السيارة starts هي بدأ ويبدأ ولكن هنا تعني يشغل سيارته the car then ثم he drives هو يقود into باتجاه أو إلى town المدينة every day at 8 Mr. Gray goes to his garage opens the door and starts the car then he drives into town look look he is trying to start his car Mr. Miller is looking at him from his garden look انظر انه يحاول ان يشغل سيارته السيد ميلر ينظر من حديقته من حديقته إذن look انظر انظر he is trying انه يحاول he is trying trying يحاول to start ان يبدأ أو ان يشغل his car سيارته إذن ها هي his Mr. Miller السيد ميلر is looking ينظر at him إليه from his garden من حديقته إذن look he is trying to start his car Mr. Miller is looking at him from his garden إذن الآن سوف تبدأ المحادثة Mr. Miller hey John what's the matter with your car hey John what's the matter with your car hey John ما المشكلة مع سيارتك إذن what's the matter أي ما هي المشكلة with مع your car سيارتك hey John what's the matter with your car Mr. Gray I don't know I can't start it I don't know I can't start it لا أعلم لا يمكنني أن أشغلها I don't know لا أعلم I don't know أي كانت لا يمكنني I can't إذن كان يمكن كانت لا يمكن start it أي أن أشغلها إذن اتهي لها وتعود على الصيارة لأنها غير عاقل إذن Mr. Miller Can I drive you into town Can I drive you into town هل يمكنني أن أستحبك أو أن أقود بك إلى المدينة Can I هل يمكنني drive you أن أقود بك أي أن أقود الصيارة بك into town إلى المدينة Mr. Gray Oh Thank you I must be in town at 9 and I don't want to be late Oh Thank you I must be in town at 9 and I don't want to be late Oh شكرا لك يجب علي أن أكون في المدينة على الساعة التاسعة ولا أريد أن أتأخر Thank you شكرا لك I must be يجب علي أن I must إذن must هو model نستعملها لشيء ملزم علينا فعله يجب علي أن يجب علي أن أكون في المدينة be in town أن أكون be أن أكون in town في المدينة at 9 على الساعة التاسعة 9 and I don't want ولا أريد I don't want لا أريد want يعني أريد I don't لا أريد to be late أن أكون متأخرا to be late أن أكون متأخرا Mr. Miller Your car is too old You know Your car is too old You know سيارتك قديمة جدا هل تعلم ذلك Your car سيارتك is too جد old is too old قديمة جدا You know هل تعلم Mr. Gray Yes I must change it Mr. Gray Yes I must change it نعم يجب علي أن أغيرها I must يجب علي change it أن أغيرها إذن إتتعود على السيارة لأنها غير عقل I must change it Mr. Miller Hey What's the matter with my car now Hey What's the matter with my car now Oh ما هي المشكلة مع سيارتي الآن What's the matter ما هي المشكلة With مع my car سيارتي Now الآن What's the matter with my car now Mr. Gray Try again Try again هاول مجددا Try هاول again مجددا إذن سيارة كذلك تعطلت Try again Mr. Miller Well I'm sorry We can't go in my car Well I'm sorry We can't go in my car حسنا أنا آسف لا يمكننا الذهاب بسيارتي لا يمكن الذهاب بسيارتي لأنها تعطلت Mr. Gray That's all the right We can take the bus That's all the right We can take the bus هذا جيد That's all the right هذا جيد We can يمكننا take أخذ The bus الأطبيس أو الحافلة We can take the bus أي يمكننا أن نأخذ الحافلة That's all the right We can take the bus إذن سوف نتعرف على الكلمات التي استفدناها من هذا الفيديو لدينا Garage المرأب Garage Drive يقود Drive Start يبدأ Start What's the matter? What's the matter? ما هي المشكلة? What's the matter? Change أغير Change Garden الحديقة Garden Town المدينة Town شكرا إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل هذا الحوار ما بين السيد ميلر والسيد Gray وصل إلى نهايته المرجو دعمنا وتشجيعنا بإعجابتكم باشتراككم في القناة وبتعليقاتكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر